اهلا بكم مشاهدين ارادة الشعوب الحية لابد لها ان تتحقق وبنضال الجميع من اجل غد مشرق فكل الشعوب او كل الدول من حولنا والعالم تشهد غضب متصاعد على قضاياها المختلفة ولشعب الليبي الصابر المجاهد صوته ضد المستعمر وحفنة بائعية الوطن نعم هي ارادة الليبيين التي لا تنطفئ هذا الشعب الذي صبر وعان ويلات الحروب والتطرف والاجرام مازال صامدا في وجه الاحتلال التركي الارهابي الغاشم شعب ليبيا موجود ويرى ويسمع ويتابع كل ما يدور ولكن لن يكون في البيوت بل في الميادين على الدوام حتى يتحقق ما يسعى اليها الليبيين جميعا شعب وجيش ووطن مستقر مهاد بسيادته ترجمة نانسي قنقر 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 هذا الشعب الشعب الليبي العظيم كانت ومزالت إرادته ونضاله مستمر إرادته الوطنية لا بد لها أن تتحقق ونضاله مستمر حتى أن يتحقق له ما يريده ماذا نريد نحن كشعب ليبي؟ نريد أن نستقر في أرضنا أن نحي كرام على أرضنا أن نبني هذا الوطن ونعمر وندافع من أجل السيادة الوطنية ومن أجل كرامة الليبيين ووحدة الشعب ووحدة التراب ووحدة الوطن الليبي بالكامل وأن لا تكون أي مدينة أو أي جهة أو أي إقليم أو أي منطقة في مناطق ليبيا تحتفوذ المستعمر أين كان هذا المستعمر؟ وما تشهده الآن المنطقة الغربية؟ هو استعمار واضح وجلي أمام الجميع أمام كل الليبيين أمام القاصي والداني أمام كل أبناء الوطن الليبي بكامل مكوناته وقبائله في شرق الليبيا غربها شمالها جنوبها نحن الليبيين لا نرضى بالخنوع ولا الخضوع شعب الليبي ما يرضاش أنه يكون تحت أحذية المستعمر أين كان هذا المستعمر؟ شعب الليبي دائما له وصلاته النظالية وتاريخه الحافل بالأمجاد من الأجداد فعلا أعتقد أن في هذا التوقيت سيكون هناك خنوع إذا كان دفعنا في هذه الحروب وهذه المعارك ضد الإرهاب ضد الميليشيات ضد المجرمين بكل صفاتهم وأشكالهم وتسمياتهم دفعنا ألاف من الشهداء وجرحة وما زال الشعب الليبي ما زال يقدم أبناءه في صفوف الجيش والشرطة من أجل أن يستقر ويأمن في بيته ومدينته وقريته وفي كل مكان في هذا الربوع العزيز الآن هناك تحضيرات على كامل المستويات من الشعبية من الفعاليات الشعبية من الأبناء الشعب الليبي من القوى الوطنية من المؤسسات المشتمع المدني تنادت الأصوات وحددت يوم 5-7-2020 مظاهرة للغضب الشعبي ضد التدخل التركي إن كان هذه الأرض وهذا التراب أحق للشعب الليبي في العيش فيه فلابد للنضال الشعبي أن يستمر حتى يتحقق لهذا الشعب ولهذه الأرض السيادة والكرامة على أبسط الحقوق وأبسط المطالب في كل المدن والدول العالم تخرج الجموع على أبسط الإشكاليات والمطالبات من دول الجوار إلى كل دول العالم ما بالك نحن الليبيين للآن نشهد طفان من الإرهاب والتطرف والإجرام يشتاح المنطقة الغربية بالكامل والآن مركعة المنطقة الغربية تحت الاحتلال التركي شفنا من كيف بدأت المعركة وكيف وصلت المستوياتها لهذا التوقيت أصبح عندنا أردغانيين أكثر من أردغان نفسه مصفقين راقصين للمحتل التركي يريدون تقديم ليبيا وثرواتها وملياراتها ومقدراتها وموقعها الاستراتيجي وكل ما فيها للمستعمر التركي هكذا هبا نحن أحق بأرضنا نحن أحق بثرواتنا نحن أحق بليبيا موش الأردغان ولا الشعب التركي ولا أي ولا القطعان من الميليشيات والمرتزقة وهو لا الليبيين أحق بأن يعيشوا كرام على أرضهم هذا حق هذا حق حقنا أن نعيش على أرضنا كيف نكيف أي دولة أخرى كيف يتفرج الشعب الليبي أو الشارع الليبي على محتل الآن بدأ يعيد الاحتلال التركي من جديد في المنطقة الغربية بالكامل يوم أمس كنا في زيارة كانت هناك زيارة للآمر البحرية الرئيس الأركان البحرية التركية لوضع اتفاقيات للإستلاء وأن تكون هناك قواعد تركية في الغرب الليبي أرض ليبيا للليبيين وليست للأتراك الشعب الليبي قادر أنه هو يضع حد لهذه المهزلة الشعب الليبي الجيش الليبي لوحده لا يمكن أنه هو لا يستطيع أنه هو يعني هذه أرض أرض الشعب الليبي والجيش هذا رافض يعني ومصاره يتحقق بمصار الشعب الليبي الغضب الشعبي لابد أنه هو يكون مستمر الغضب الشعبي وإرادة الليبي لابد أنها يتكون مستمرة في الشوارع لا مداهنة ولا هوادة ولا صمت ولا خنوع ولا خضوع مع المستعمر التركي العراق الآن أصبحت بلا فرات قام النظام أردغان ببناء سدود وأغلق على أهل العراق المياه فأصبح يطالبهم ويساومهم بثرواتهم وقدراتهم من النفط وغيره مقابل الماء هنا حالة من الجفاف سوريا شمال سوري تم الاستلاء عليه شبه بالكامل بإدلب وغيره من المدن السورية أصبحت تحت حكم الأردغان أصبحوا يتداولون بدل الليرة السورية أصبحوا يستخدموا في العملة التركية الليرة التركية الآن في الأسواق ادخلوا وادخلوا على الانترنت وشاهدوا الفضايات شاهدوا التقارير الصحفية والميدانية وكل ما يجري من حولنا الاستعمار التركي هذا يريد استعمار الأرض العربية الدول العربية دولة بعد الأخرى الآن التدخل التركي السافر الإرهابي هذا استعمار هذا ماهوش لمساندة حكومة لديمقراطية ولا لدولة مدنية النواية التركية وضحت وبانت من البداية شين كان الغرض وشين كان الهدف وكيف يتحقق الآن الهدف لم تلبث أيام بعد سيطرة الميليشياتهم الإرهابية الإجرامية على مواقع جديدة في الغرب الليبي ومع إعادة الجيش الليبي تمركزاته إلا وبدأت سيناريوهات اقتصادية أصبحت كنا نشهد على مشهد تركي عسكري مشهد تركي من المرتزقة مشهد تركي من الأسلحة مشهد تركي من جلب المتفجرات والطيران المسير الآن تغير المشهد في لمح البصر أصبح المشهد تركي مليارات المشهد تركي مقدرات المشهد التركي ثروات المشهد التركي الليبي أو اللي هو في الغرب الليبي يعني استلاء على ثروات ومقدرات الليبيين اتفاقيات عليه كهرباء اتفاقيات عليه مش عارف إيش اتفاقيات مختلفة تريد وتحويل أموال تقدر في المليارات وعشرات المليارات يمكن أن تذهب وفعليا الآن ترسل من طرابلس إلى أنقرة لإنقاذ الاقتصاد التركي ومازال فيه من يستغبي ومازال فيه موش فاهم ومازال فيه اللي يستعبر ومازال فيه اللي موش دا يروح أنه يقول لك لا لا ما يريد أن إحنا السوعب والخطر اللي الآن واضح أمام الجميع والخطر اللي يداهمنا نحن كشعب الليبي وكوجود لكل ليبيين إن لم يكن لنا صوت اليوم فلن يسمع صوتنا أبدا إن لم يكن لنا صوت اليوم فلن يكون لنا صوت إن لم يكن لنا موقف اليوم فلن يكون لنا موقف إن لم يكن لنا وجود اليوم فلن يكون لنا وجود هذه أرضكم هذه ثرواتكم هذه سيادتكم هذا هو شعبكم وهذه وحدة الأرض الليبية فأعتقد أننا وصلنا الصورة بكامل زواياها وبكل ما تحتويه من خطورة ومن كل شيء ومن كل ما فيها إذن اليوم تتنادى الأصوات وهنا ننقل هذه الرسالة من الجموع الشعب الليبي من أبناء الوطن الليبي اللي هم الآن يعملون على تحشيد الشارع الليبي ننقل بأمانة هذه الرسالة لكل الرأي العام الليبي بكل البيوت الليبية لكل أبناء القرى الليبية والمدن والقبائل الليبية بأنكم على موعد مع مظاهرات حاشدة يوم خمسة سبعة ألفين وعشرين يوم خمسة سبعة ألفين وعشرين هناك مظاهرات يحضر لها ومواقعها في بنغازي ومدن مختلفة الشعب الليبي لابد له أن يصحى ولابد له أن يعود لإرادته الحرة الشعب الليبي هو الأساس هو السلاح المدمر لكل نوايا الاحتلال هو السلاح الحقيقي الشعب الليبي خروجكم في الشوارع هو الرسالة الأهم الآن وإلا ستكون عبارة عن شعب يعني في حالة سكون في حالة خضوع في حالة صمت يسعى لقمة عيشة فقط مثل أي كين حي أخ في إرادة وطنية وفي ضمير وطني وفي رسالة وطنية وفي أجيال قادمة تنتظر موقفكم تنتظر ماذا سيكون شكل ليبيا ليبيا مقسمة ليبيا واحدة ليبيا منتصرة كل هذا اليوم التاريخ قاعد يكتب وقاعد يسجل مؤسف أن يخرج البعض في الغرب الليبي على الكهرباء ولم نرى لهم خروج طيلة المدة الماضية حتى على سوريين اللي قاعدين في غرف النوم وفي بيوت المواطنين الليبيين في الطرابلس ومواقع مقتنية مؤسف أن نرى مظاهرات على على لقمة العيش وعلى المرتبات وعلى علي سيولة وعلى علي كهرباء وما نرى مظاهرات على المشهد الارهابي اللي تعيشها المنطقة الغربية بالكامل في سوريا نهبت كل محاصيل القمح والشعير وأمام مرأة ومسمع الجميع من دول العالم هذا كله بالفيديو موثق محاصيل زراعية ثروات نفطية ثروات مائية ثروات على كل ما يحدث في سوريا الآن والعراق هو حالة من النهب وحالة من الاستيطان أو حالة من الاحتلال التركي لمدن ومواقع وأراضي مختلفة وثروات يتم الاستيلاء عليها بشكل مباشر اليوم وما هذا ما يحدث حتى مع ليبيا اليوم ما يريده الأتراك هو ثرواتنا هو أنهم يمتصوا هذه الثروات ويأخذوا كل هذه الثروات في جيوبهم لينعشون اقتصادهم ويتركوكم أنتم من الفقر يتركوكم للجوع يتركوكم للعوز يتركوكم تصارعوا في بعضكم البعض يتركوكم تقدوا عايشين في دوامة مش لقيين لقمة العيش حتى المرتب الآن اللي الآن تتحصل عليه بكرة بعد بكرة معاش تحصله المرتب اللي الآن 200 جنيه ولا 500 جنيه اللي تحصل فيه مسكتاتك ولا 500 دولار بكرة بعد بكرة مش هتحصلهم حتى 500 دولار ولا 500 دينار حيكون كل الثروات وكل المقدرات كلها للأتراك ما تستغربوش الكلام إذا كان مدن بأكملها الآن في الشمال السوري تحولت لمقاطعات تركية أصبحوا يتداولوا حتى في العملة التركية هل نحن نستنى نوصل لهذه المرحلة خروج شعبي هذا أمر لا بد منه والمظاهرات هذه هذا شيء حضاري وشيء لا بد من أن يكون موجود في كل توقيت ده كان صغائر الأمور مظاهرات تخرج حاشدة يا أخي في تركيا وفي عفوا في في تونس وفي وفي الجزائر ودول الجوار للسودان أو لم يصطلعوا مظاهرات برغم كورونا وبرغم كذا لنحاولوا تحقيق الالتزامات المعينة بالوقائية ووزعوا عليهم قفزات ووزعوا عليهم كممات ومطاهرات وشفنا مظاهرات حاشدة ليش لحنا الشعب الليبي ما لا أطلعوش في مظاهرات حاشدة مش طلعته في 2011 ومش طلعنا في في عندة مرات علي الكرامة في بداية ثورة الكرامة وضد الإرهاب وطلعت جموع مئات الألوف من الشعب الليبي في الطرابلس وبنغازي الاحتلال الآن أخطر أخطر من من الإرهاب وأخطر من الميليشيات وأخطر من المجرمين وأخطر من الدروع وأخطر من داعش وأخطر من كل هذه الفئات اللي انتوا تشاهدوا فيها الآن احتلال الآن غاشم الرهابي احتلال واضح يعني يستوري على المقدرات الليبية والعالم يتفرج يشوفوا في رد فعل الشعب الليبي شين هتكون أما الصمت والخنوع أو الخروج في الميادين في مظاهرات عارمة لتتصدر الشاشات العالمية أن لا للاستعمار التركي لا للاحتلال التركي لا للاحتلال التركي في ليبيا لا للاحتلال التركي في ليبيا هذه هي لابد أن يكون الشعوب الشعب الليبي بالكامل وجموع الشعب الليبي بالكامل تصدح حناجرهم بهذه الكلمات ثلاث كلمات لا للاحتلال التركي في ليبيا نتفضوا لأجل ليبيا مش لأجل شخص ولا لأجل مؤسسة ولا لأجل أي شيء مهما اختلفتم على كل المسميات وكل القضايا لدينا قضية الآن لدينا احتلال قاعد الآن في يحتل أرضنا استغل حتى ميليشياتكم استغل استغل دماء الشباب قرابين دفعت من أجل المليارات تنقل من ليبيا إلى أردغان أمهات الآن ثكلة في في طرابلس ومصراته وغيره وزواره قدموا يعني ذهبوا أبنائهم هكذا حطب قتلى من أجل من من أجل عشان أردغان يجي يأخذ فلوسنا ويمشي من أجل أردغان يجي يأخذ الغاز بتاعنا ويعدي من أجل أردغان يجي يأخذ ثروات النفط وغيره ويمشي وانتم شين لكم والشعب اللي شين بيحصل والله من كم حصلين حاجة من هذا الإرهاب وهذا التطرب وهذا الإجرام من أردغان إلا الفوضى والجوع والعوز والمرض والانكسار طالما أن هي الحرب مازالت مستمرة إذن صوت الشعب الليبي لابد له أن يستمر يستمر في كل توقيت وهذه ليست النهاية خمسة سبعة مايش مظاهرة أولى ولا أخيرة هذه وقفات شعبية ولا بد أن تركيز عليها إلى عبدالله من البريقة عبدالله من طبرق أيضا عبدالله أهلا بيك هاليوم المخططات التركية يعني أصبحت واضحة عند كل الليبيين هل ترى بأن الموعد الآن أصبح مهم للخروج الشعبي في كل الميادين ضد هذا الاحتلال عبدالله من البريقة أهلا بيك مساء الخير أخويا أحمد أخبارك عليكم السلام الله يسلم أولا أن ترحم علي جميع سهداء الوطن نعم ونحن في المنطقة الشرقية وفي جميع مدن بركة ضد عين في ساحة العزة والكرامة في العصية ضد الغزو التركي وضد الأخوان وضد الخوانة والعملاء وضد واعج مال العام وضد الحكومة الخوانة والعملاء حكومة الميليشيات وضد الجهوية والقبلية وضد استعمار لمدينة في ليبيا على مدينة ويريت أهلنا في الغرب الغالي يطلعوا وفي الجنوب يطلعوا معانا وما يخافوش من حد من أجل الوطن نحن شعب الليبي يجب نسمع صوتنا إلى المجتمع الدولي وإلى الأمم المتحدة وإلى جميع دول العالم كان فيه مجتمع دولي وما تخاف من شي يا أخي يا أحمد إرادة الشعوب هي المنتصرة وبإذن الله نحن منتصرين برادتنا القوية وبجيشنا القوي والله أكبر والله أكبر ولله الحمد طيب شكرا عبدالله من طبرق أهلا بك يا عبدالله يا أهلا أهلا يا عبدالله مرحبا بك السلام عليكم عليكم السلام أهلا بك نعم تفضل تفتحي لك وتهيئ جماعتك للفقناء شكرا وبركة الله وبركة الله وبركة الله وبركة الله وبركة الله وبركة الله نعم نعم عبدالله نسمع فيك الحمداء والحمد الله سلامتك نعم وبركة الله أدخل في الموضوع عبد الله شكرا لك وبرك الله فيك وينصر المشيرة كان حرق خليفة بالقاتل بفتا وبرك الله فيك على البرامج رائعة طيب شكرا طيب شكرا شكرا تحية من خلالك لكل أهلنا في طبرق إلى علي الآن من بغازي أو محمد من بغازي عليكم السلام عليكم السلام محمد نعم في الاستماع تفضل أسمع يا أخوي أهلا بيك تسمع فيه في الاستماع تفضل الناس لو إذا يقول لك يقول لك الحية اللفعة ما فيش واحد ما عايف سمها وين يوجد يوجد رأسها وفي ذيلها أكبر رأسها وقبعد ذيلها توا معاش تخاف من أي حاجة لكن نحن نتفرج على رأسها ويلسأ فينا ونتفرجوا هذا لا يوجد رأسها لا يوجد رأسها لا يوجد رأسها نعم لا يوجد رأسها نعم استرس لنا أسمع فيك استرس أكثر أوراة هؤلاء ذلك لا يوجد رأسها وتريح البلاد نعم طيب شكرا لك شكرا لك شكرا محمد من بنغازي المظاهرات الشعبية هذا يعني أنا نشوف أن الشعوب الحية متأكلش وتشرب وترقد وتطوبر على المرتبات ولا على حياتها فقط هناك شيء يجمع الليبيين وفي شيء لابد أن هو قضية لكل الليبيين صحيح خرج الشعب الليبي في الكثير من المظاهرات والوقفات وهناك تحشيدات حصلت حتى من بداية ما قبل حتى ثورة الكرامة ومن بعدها وقفات تاريخية للشعب الليبي وقدموا تضحيات كبرى من أجل أن ينتصروا في كل مكان وفي كل ميدين القتال الآن لكن أن الحرب انتهت وعلينا خلاص أننا نستقر في أحيانا ومناطقنا ومنازلنا لا الحرب ما زالت ما انتهتش الحرب ما زالت ما انتهتش الاحتلال ما زال مستمر لذلك الصوت الليبيين الآن في هذا التوقيت هو المهم صوت كل ليبي كل ليبي صغارنا كبارنا نسانا رجالنا مشايخنا كل ليبي هو مهم أنت صوتك أنت الآن لتسمع فيه سواء كان في الرادي في السيارة أو في بيتك أنت صوتك مهم أنت صوتك مهم حضورك مهم في كل في كل ما يحتاج الآن الوطن محتاجنا جميعا محتاج صوتنا محتاج صوت الجموع الشعب الليبي إذا كان غاب الصوت صوت الشعب الليبي فلا يعني خلاص يعني لو صارا من من الأحداث ومن من غيرها ما عاش تندم ما عاش تقول لنا كيف واحتلونا وكذا حيث لا ينفع الندم إذا كان ما زالت الحرب مستمرة وما زال إيرادة الشعب الليبي حاضرة وما زال جيش كم موجود وما زالت الإيرادة الوطنية حاضرة وما زالت برغم كل التعديات برغم كل ما يحدث إذن علينا أننا واجبنا أننا نخرج مثل هذه الصورة الأهن التي تشاهدوا فيها هذه مظاهرات أرشيفية حدثت منذ بدايات عمليات عمليات الكرامة والتي تحولت لثورة شعبية و ضد الإرهاب والتطرف والإجرام التحم فيها الشعب الليبي بجيش إذن الجموع اليوم الليبية مئات آلاف ملايين الشعب الليبي الجميع مدعو لأن يخرج بصوته براية مش هما يقولوا نبو ديمقراطية ودولة مدنية وغيرها خلاص الآن الميادين تحتاج لصوت الشعب الليبي صوت الشعب الليبي هو الصوت لا يعلو عليه أي صوت لا بعثة أممية ولا مجتمع دولي ولا حكومات ولا متدخلي في الشأن الليبي ولا أي أين كان في الداخل الليبي الصوت الصوت الليبيين هو الأهم هو الأرضية هو القاعدة التي تبنى عليها كل ما يحدث الآن من مصارات سياسية وعسكرية وغيره وأمنية واقتصادية لذلك صوت الشعب الليبي هو أهم شيء الآن وهو ما يتبنى عليه كل صورة المشهد الليبي خصوصا بأن هناك يعني حراك دولي هناك معامرة دولية الآن ما زالت مستمرة هناك ميليشيات هناك مليارات يتم ضخها للمرتزق أو للأرهابيين عندنا 15 ألف مرتزق ممكن تحولوا بكرة بعد بكرة إلى 100 ألف مرتزق ويقدوا شاركوا فينا حتى في جنسيتنا الليبي وبعدين نقدروا نقولوا كيف هذا السوري قاعد واخد واليمنيين قاعدين حتى هما هناك أوساط تتحدث أنه 200 يمني من مرتزقة من رسالهم أيضا إلى جانب السوريين يعني المسألة مسألة مسألة وطن اليوم بكرة بعد بكرة خلاص إذا كان هو في شهرين في ثالث شهور أرسل لك 15 ألف مرتزق سوري في ثالث شهور بقى في سنة لو كان استمر والعالم كله يتفرج معنى 100 ألف 200 ألف 300 نص مليون يدزهم لنا عادي جدا قاعدين موجودين بعائلاتهم مرتزقة في الأراضي التركية أو في الأراضي السورية تحت مسميات مختلفة الجيش التركي الوطني السوري وغيره من هذه المسألة ترك مانوى فما تستغربوش الطائرات موجودة والتنظيم الأخوان موجود وقادر أن هو يحول الغرب الليبي إلى مستنقع للاحتلال التركي وللفوضى للأسف إلى مرعي من بنغاز السلام عليكم أستاذ أحمد عليكم السلام يا أستاذ أحمد سمحنا ماليش نعم تفضل أنت عارف تركيا وقطر حليفات إسرائيل صح؟ نعم وإن اللي يدهم هل يعمل في الحرب عندنا هنا صح؟ الجماعة اللي في مصراتها زمان طحت عندي وثيقة تقول هيئة الدفاع الإسرائيلي والمجلس الانتقالي الليبي تتعاهد هيئة الدفاع الإسرائيلي بدعم الثوار الليبيين على الأرض بالأسلحة القتالية والدعم اللوجستي والضغط على حلف الناتو بالاستمرار في العمليات العسكرية والضغط على دول عربية ودول أوروبية بالاحتراف بالمجلس الانتقالي وعندما تستتب الأمور على الأرض تتعاهد هيئة الدفاع الإسرائيلي بتدريب الجيش الليبي جديد وتكون الحكومة الليبية جديدة ملزمة بالتفاقها مع هيئة الدفاع الإسرائيلي بإيقامة قاعدة إسرائيلية شرق بنغازي يعني درنا ثلاثين سنة قابلة للتجديد شوف تركيا وين تلعب سوريا العراق ليبيا بيشتفتهاد في مصر والعتب على من العتب على الكويشين اللي عندنا قطعوا الأممية على العراق الآن نهر الفرات جف والآن حتى السد الليثيوبي هذا حتى هو من ضمن المؤامرات على المنطقة العربية بالكامل أقطع عليهم المياه أقطع عليهم وأسلبوا ثروات الشعوب وخلوهم في حالة ضياع وحالة جفاف وحالة فقر وحالة عوز بعدين تأتي القوى الاحتلال وتحتلنا هكذا كقطعان يفتوا في الدول العربية دولة تلو الأخرى شفنا سوريا ونشوفوا العراق وشفنا اليمن والآن ليبيا والدور ماشية بالتدريج كل يوم دولة يا سيد أحمد ما اللي أعرف إن داعش ما أنا مربيها مربيت إسرائيل ومربيت أمريكا وبريطانيا وبحتري أعرف إن أنت قطر إسرائيل متزوزة قطر عرصي وأبن أمريكا الغير شرعي والحم الرائعي بريطانيا وأردوغان حط أكارين الظهور على الشهداء الإسرائيليين نحن نحن أين ماشيين نتبعوا فيهم نحن ينقل العالم ينقل الأتراك سمحنا أستاذ أحمد نعم نسمع فيك استرسل سمحنا يا سيدي شكرا لك شكرا لك لعبد الجليل الآن من البيضة أهلا أنا عبد الجليل من البيضة أهلا بك عليكم السلام عبد الجليل من البيضة إذا أنت في الاستماع المخطط أصبح واضح أصبح الموضوع ما هوش 17 براير ولا أي تاريخ داخلي ولا أي حراك محلي الموضوع أصبح تجاوز الحدود الليبية القضية أصبحت ما هيش قضية وطنية أو قضية داخلية القضية أصبحت دولية قضية دولة جاية تحتل في دولة أخرى وعطوها كل المسببات وعطوها كل الوسائل التدخل للرهابي في الغرب الليبي الآن وحيمتد هذا الاحتلال في كل مكان مش حيتوقف للغرب الليبي الغرب الآن الحرب توقفت فقط لإعاز معين والاتفاقيات معينة ممكن تنهار في أي دقيقة ممكن تنهار في أي دقيقة الاتفاقيات الدولية هذه وتفتت الدولة الليبية كل شطر فيهم سيطرة عليه جهة معين وبعدين شن مستقبل اللي جهة القادمة شن حيكون خلاص يعني الآن لابد أن الرأي العام يكون يعني مستيقظ للخطورة المشهد وين ماشيين لا ينفع صوت ينا ولا ينفع أي صوت بعدين خلاص سيكون الشعب الليبي في حالة حصة من حصة الدول العالم ثرواتنا ستكون حصة تركية حصة هكذا تقسيم الثروات الشعب الليبي أمام مرأة ومسمع منكم ولا حد سيلتفت لكم ولا حد سيشوفكم أصلا يا الله يعطوكم غذاء ودواء من خلال مؤسسات مساعدات الأمم المتحدة وانتو خلوكم طوابير على العدس وعلى الفول تتحول الشعب الليبي من شعب على أرضه بثرواته يتحول لشعب يعني محتاج لقوة يومه وليش نوصلوا لهذه المرحلة ليش نوصلوا لهذه المرحلة وشبابنا يتحولوا يتجهوا للهجرة غير شرعية عبر عن طريق قوارب يطلعوا من كيف مصاير في سوريا الآن سوريا مش خير من كاميرا ولا اليمن خير مننا ولا العراق خير مننا ولا لبنان ولا فلسطين ولا أي دولة كانوا كلهم شعوب مستقرة على أرضها اتجهت لحروب واستعمار واحتلال وحروب أهلية وغيرها وبعدين العالم تكفل فيهم ووضحهم في حالة المتاهة اللي عايشتها الآن هذه الدول وانتو تشوفوا في الشعوب كيف صاير فيها الأمر يستلزم مننا وأهمية الشعب الليبي اليوم هي مهمة جدا همية خروجنا هذا شيء هام جدا وخطير جدا الآن وأن نتيقب للغد قبل أن يحدث كمال من بنغازف دقيقة إليك كمال دقيقة إليك كمال نحن يقول أحمد والله للأسف للأسف الشديد منش عارف أنا الأهل طرابلس يعني وينهم يعني معقولة طلعته عني الضي يقول أنت أو الوطن كيف يصير فيه تشتبي فيه الضي من دون وطن أنت يعني تقدر أنت إطرابلسية والله الأهل طرابلس تقدروا تبرعوا رسالتي كم يا طرابلس إن كان كم أطرعوا نحن رأوا يا أخونا أحمد منطقة شرقية بالكامل تعتبر خلاص أمورها من ساية وأمورها مية من مية وكملنا أطلوع ولا حياتها لمن تنازي من أهلنا في طرابلس يا أخونا أحمد اليوم السياسيين تعين أهل مصراته يضربوا إننا كان صار اتفاق برقة هي تكفى تمن الحرب فيما أني سبب الحرب برقة ما سببات حرب ولا منطقة شرقية سببات حرب الحرب أنت من يجبتوها أنت من يجبتوها لنا أنت من يجبتونا ناس من من بره مستعينين بهم يعني للأسف أني بكرة بعد بكرة نجد نجا واحد سوري جايلي رقم وطني ويتقاص معي في سورة الليبيين يعني ما نشعار نحن الأم يحقوا بالشي وعارفين ومش معدلين يعني تطلع علي ضي ما تطلع ش علي وطن تطلع علي مية ما تطلع علي وطن يعني نجنب عندو بالوطنية يقول أنتم يا قرامط أنتم مش عارف شنو أنتم مكملتوا علي وطن وما وطن شنجرتوا في الوطن دي لا هذا وطن يا حبيبي هذا هذا مستقبل حيالي دماغ تاريخ قراجيات هذه ليبيا اللي ما يعلمش ليبيا معنا منش عارف إلا هلهم حتى هم أبوما اللي قاعدين حاليا ما مش ليبيين منش عارف طبو هما يقول لك يا أبوما عندنا مليون يبايا المليون أبوما قاعدين معنا وعيشين كم منهم سنة ثوة بتنقلب علي تقولي لا نحنا مش ليبيين يعني الأسف الشديد نقام كامراه نحنا خلاص مدينا غتال حروب ما نبونش يقول لك أنت مدعين للحروب لا ما ندعين للحروب والله بالعكس نحنا أكثر ناس سليمين في الشيار بالعكس نحب السلام ونحب الخير ما نبون شيء نبون بناء نبون دولة جديدة دولة مستقبلة كويس أنا رسالتي رسالتي يا أخونا أحمد نعم رسالتي للشباب الشباب الشباب الطلب أقلعو والله الله أقسم بدين الله حتندمو حتندمو راه ندم كبير بكر سيبوا الضي سيبوا العيش سيبوا الرفائية جيبوا البلاد قبل راه هم توقعين يقول أحمد سعيد بالقسمة ونحن ما نبوش القسمة ولانا نستعد نوافق على القسمة وعدنا يوم سبعة ستة ستة سبعة في سحق خمسة خمسة سبعة خمسة سبعة هي الحرب ضد الإرهاب ضد الميليشيات ضد العصابات وعند الأسيس وقاعد منظم الحمد لله رب العالمين يقول أحمد الحرب الكبيرة كبيرة على المشير الخليفة حبت بناء جيش الليبي هذا الموضوع جاعد كل أما يحب في ليبيا المشير خليفة حبت لا يبوش جيش ليبي اليوم قرار مقترح بيدير حرس ما سموه الحرس الوطني علي كل حال مؤامرة مفضوحة واضحة ضد المؤسسات الدولة الآن الجيش الليبي قادر أنه يحيى ويستمر بنضال الشعب الليبي ضد المحتل التركي تقبلوا تحيات وحياة فارق العمل إلى لقاء اشتركوا في القناة